زيارة مرتقبة لواشنطن تعتبر بحسب مراقبين بروتوكولية يعني معتادة واعتادة عليها رؤساء الحكومات العراقية المتعاقبة ولكن هناك من يرى بأنه زيارة السوداني لواشنطن بصفته رئيسا لحكومة منبثقة عن تحالف سياسي له موقف واضح إذا التواجد الأمريكي في البلاد يخرجها عن سياقها المعتاد ما رأيك؟ أنا لا أتفق مع هذه الرؤية أعتقد هذه الزيارة ستكون زيارة مهمة للغاية وتختلف عن زيارات الوزراء العراقيين السابقين هذه الزيارة أتوقع لها كمراقب سياسي أن ترسم مساف جديد للعلاقات العراقية الأمريكية لأنها تأتي في وقت مهم جدا والمنطقة تشهد فيه تحولات وتغيرات مهمة والعراق كذلك يعني لا شك العراق الآن في أحد حكومة السيد السوداني يعني وضعه على جميع الأصداء يختلف عن الماضي وهناك توجه حقيقة واضح لدى الحكومة يعني لبناء البلد لبناء دولة مزدهرة ولأن تكون لهذه الدولة علاقات سياسية خارجية مستقرة وثابتة وتخدم مسارات التنمية وهذا ما أعلن عنه سيد السوداني ولا شك إدارة الأمريكية أيضا تتابع يعني بدقهم يعني تطورات الوضع العراقي وتلاحظ بلا شك أنه هذا التأييد الشعبي المتزايد يوما بعد آخر للسيد السوداني ولحكومته لفريقه وبالتالي فكل خطوة يتخذتها سيد السوداني على صعيد السياسة الخارجية هي مهمة وليست مجرد بروتوكولية أو مجرد أنه يعني استجابة لدعوة سيما أن الملفات والأجندة الآن مهمة جدا الغاية وأمريكا مهتمة يبدو لي أكثر من أي وقت مضى بأن تكون لها علاقات وثيقة مع العراق وربما تكون هذه العلاقة مرتكز من المرتكزات السياسية في الشرق الأوسط فلذلك أنا أتوقع يعني أستطيع أن أقول أنها ستكون زيارة تاريخية لولئات المتحدة الأمريكية اشتركوا في القناة